بسم الله الرحمن الرحيم سنتحدث اليوم عن الخسف انظروا أحبتي في الله هذه حفرة كبيرة جدا حدثت بشكل مفاجئ وسقط فيها بعض الناس وبعض السيارات التي كانت متحركة حتى هنا كما نرى سقط رجل انظروا أحبتي في الله هذا هو الرجل هنا جاء ليرى ما بداخل الحفرة وإذا به يسقط فيها سبحان الله ظاهرة الخسف ظاهرة يعني انظروا هذه الفتاة تتكلم بالموبايل انظروا كيف سقطت هنا سبحان الله ظاهرة تحدث تصوروا أن خسفا يحدث بإنسان يمشي فجأة وإذا بالأرض تنهار منطقة معينة ثم تبتلع هذا الشخص ظاهرة لم تكن معروفة كثيرا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اليوم انتشرت بشكل كبير ونراها في دول متطورة هذا بيت في الاتحاد السوفيتي قديما خسف به وانهار هذا البيت هنا قبل أن أكمل يجب أن نعلم أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام له حديث يربط بين الخسف وبين اقتراب الساعة قال عليه الصلاة والسلام ويكثر الخسف صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الأحبة هذه مشاهد قليلة جدا من آلاف المشاهد الموجودة على الإنترنت انظروا إلى هذا البيت كيف خسف بشكل مفاجئ وكأن الأرض تنشق وتبتلع هذه المنازل انظروا هنا هذه مجموعة من السيارات حدث خسف في جانب الطريقنا وهذا الخسف أدى إلى انحدار هذه السيارات وسقوطها تدريجيا بشكل عنيف جدا انظروا الخسف هنا ابتلع هذه السيارات وانظروا إلى هذا المشهد المأساوي حقيقة هنا نرى أعمدة الكهرباء يخسف بها وهذه أشجار تهوي وتسقط نتيجة حدوث خسف في الأرض هذه الظاهرة أيها الأحبة نراها اليوم باستمرار قبل ألف وأربعمائة سنة ربما كانت نادرة الحدوث ولكن اليوم هذا الأمر شيء عادي انظروا إلى هذه الفتحة الكبيرة تحت لا يوجد شيء ما الذي حدث أيها الأحبة الحقيقة العلماء حللوا هذه الظاهرة ووجدوا أن تراكم المياه وانحلال أجزاء من التربة وبخاصة التربة الكلسية بهذا الماء يؤدي إلى حدوث فراغات هنا مثلا في مناطق معينة لا يشعر بها الإنسان ولا يراها فجأة تهوي به وفجأة الأرض وكأنها انشقت وابتلعت إنسان أو كائن أو بيت أو غابة أو شارع إلى آخره طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ عن هذه الظاهرة هذا البيت الذي خسف به يذكرنا ببيت قارون بدار قارون قارون الذي استكبر كثيرا وطغى ما الذي حدث له قال سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض دققوا على هذه الآية فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين سبحان الله من سينصر إنسانا ينهار به بيته الأرض ابتلعت كنوز قارون وداره وكل ما يملك أصبح لا شيء فجأة الحقيقة هذه المناظر تؤكد صدق القرآن أحبتي في الله أنه من الممكن للخسف أن يبتلع بيت أو حتى رجل أو امرأة أو شخص يسير في شارع كما رأينا إذن سبحان الله هذه المشاهد تدعون أن لا نتكبر تدعون أن نأخذ حذرنا ونحذر الآخرة الله سبحانه وتعالى يقول أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر المؤمن في حالة حذر في حالة ترقب وعلامات الساعة تظهر الآن ونحن نراها وللأسف قل من يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ربط ظاهرة الخسف بالظهور المعازف والقينات كثرة الأغاني والغناء والرقص والفنانات وإلى آخره أصبحت من سمة هذا العصر لذلك كل ما كثرت هذه الظاهرة تكثر ظاهرة الخسف وبالتالي أيها الأحبة ينبغي أن نعود إلى الله أنا كإنسان مؤمن بل أنا كإنسان أستخدم عقلي أنا أريد أن أنجو بنفسي لأنني أنا وكل إنسان معرض للموت في أي لحظة بالأمس زلزال تركية عشرات الآلاف فارقوا الحياة بشكل مفاجئ خلال لحظات فمن الممكن أن تحدث أي كارثة أو زلزال أو خسف وبخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال من علامات الساعة أن تكثر الزلازل يعني كثرة الزلازل والكوارث والخسف والأعاصير ظواهر مثل سونامي وغيرها كل هذا من علامات اقتراب الساعة يعني يريد النبي أن يقول لي ولك احذر الساعة قريبة وقيامة الإنسان تقوم بمجرد موته يعني الإنسان عندما يموت وينتهي أجله قامت قيامته انتهى لا يوجد عمل لا يوجد رجوع لا يوجد اعتذار لا يفيد الندم انتهى كل شيء أحبتي في الله بمجرد أن تغفل عن الآخرة وتغفل عن الدنيا تطمئن للدنيا وتغفل عن الآخرة يستلمك الشيطان وهذا ما يريده الشيطان لذلك الله تعالى ماذا قال قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو الشيطان ربط بين الشيطان وبين الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أخرا أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحذرين من الآخرة وأن نستعد جميعا للقاء الله الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق